مفهوم العولمة إلى تلك الظاهرة المتمثلة بانفتاح دول العالم على بعضها البعض على كافة الأصعدة لتخلق حالة سياسية واقتصادية وثقافية واحدة الأمر الذي يؤثر على المنظومة المجتمعية المحلية ويصبغ أفرادها بصبغة عالمية حسب مؤيديه أما بالنسبة لغيرهم فهي وجه آخر للرئيس مالية وهي نوع جديد من الدكتاتورية ولكن مفهوم العولمة أو الكوكبة أو الكونية ما زال يكتنفه الغموض في دهن البعض بينما ينظر إليه آخرون على أنه مجرد واجهة أخرى للهيمنة الأمريكية ليصبح العالم وكأنه قرية صغيرة السلطة فيها للأقوى فهو يعتمد على المنافسة الشرسة بين المؤسسات الاقتصادية لتبقى القوية منها مهيمنة على السوق العالمي ومن خلال التبعية الاقتصادية تستطيع الدول المسيطرة بسط نفوذها على الدول الأضعف والتدخل في شؤونها وفرض قيمها الحضارية ما يحقق لها مزيدا من التفوق والهيمنة تلك الظاهرة التي يرجعها علماء التاريخ إلى قرون مضت ثم اقترنت بتطور النظام التجاري الحديث في أوروبا الأمر الذي أدى إلى ولادة نظام عالمي متشابك ومعقد عرف بالعالمية ثم بالعولمة بعد ذلك وتعد العولمة من أهم التغيرات العالمية المعاصرة بكل ما تحمله من تجليات وحقائق وأوهام ومخاطر في التغيرات الثقافية والاقتصادية ما جعل بعض المجتمعات تطالب بزيادة الواعي بالثقافات الأخرى فيما يرى آخرون ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية والخصوصية الحضارية في ظل هذا العالم المفتوح إنه مفهوم ما زال عصيا على التعريف الدقيق فكل فريق ينظر إليه من زاوية مختلفة ويبدو أنه ما من دولة اليوم مستعدة للتخلي عن مظاهر العولمة كالإنترنت أو الفضائيات أو الهاتف النقال وثورة المعلومات لسيما الدول العربية التي أضحت الطرف الأضعف في المعادلة وتتلقى كل ما هو قادم من أرباب العولمة دون قيد أو شرط مع وجود من يعد ذلك انسلاخا عن قيم ومبادئ وتقاليد وعادات الأمة وإلغاء شخصيتها وكيانها وذوبانها في الآخر وهكذا يصبح العالم هشا يسير وفق نسق واحد وبالتالي فإن ثمة نهايات للثقافة ونهايات للمحتوى الفكري والحضاري للأمم والشعوب